السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد اللي غدي نحطره فيه واحد اللي مسمنا كي يحمقوا عليها المغاربة بالخصوص مسمنا كبيرة ديال الشحمة في الفران كجي مقرمشة وبنينا خصوصا في هدل وقيت ديال البر كجي شي حاجة اللي هي يا سلام ولي كي زوروا القناة ديالي لأول مرة كنقول لكم ما تنساو شارك الشراك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل خاصية الجرس وذلك للتوصل آآ بكل جديد والمتتبعين ديالي كنشكركم بزاف على التعليقات الرائعة اللي كتخلوا لي كنشكركم واحد واحد والهلا يخطيكم بالنسبة لهذا العجينة ديال اللي ندرت فيها دقيق الابيض ودقيق الفينو دائما كمية ديال الدقيق الابيض كتكون كتر من كمية ديال دقيق الفينو يعني اجينا ديال المسمن عادية دلت لها شوية ديال الملحة وعجنتها بالمدافي وخليتها في البلاستيك الغذائي طلقات مزيان عود تدلكتها شوية باش كي يجيونه مورقين اني كندلكوهم مزيان كتجينا لها ديك المسمنة ديالنا مورقة بحل احنا نصيبينها بالورقة ديال البسطيلة صفيحنا هي غدي نشكل منهم كوراس غدي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغدي نخلي العجينة ديالي ترتاح بلا موجة الحوشوة نديرو فيها البسطيلة مقطع مربعات صغيرة كمية ديال الشحماة نديروها نقطعوها رقيق بحل كتجينا بحل شكل مطحونة ودرت هنا شوية ديال الفلفلة مقطع حتي مربعات صغيرة ودرت واحد فلفلة صغيرة حارة بشكتعطان هذه الحروري كي يجيونه مدوك لغو ديال الحار كي يجيونه وبالنسبة للتوابل درت مع القاونس ديال التحميرا وحض نصي معي القاونس ديال الخرقوم شوية ديال اللي بصار شوية ديال الكامون والملح وزيت نباتية وكنديرو هاد الحوشوة هادي تشحر فوق البوطة ها هي هنا هي الحوشوة كتشحر عندي واحد الكيمية كذلك ديال القصبر ولمعدنوس كنخليهم حتى كتبالي يديك البصيلة باش ما كتبقاش تغزز له هي للفلفلة حتى كتبالي ينزله تعاد باش كنديرو مجرد ما كنديرو القصبر ولمعدنوس اه صفيقا نطفعو على الحوشوة وكنخليه تبرد تماما ما كان بدون نعمرو بهالمسمنة ديال نحتك تبردينه تماما باش ما كتبقاش ديال العجينة هاد الحوشوة كي يجي فيها كيف ما قلت لكم داك لوكو ديال الحر بديو تزيدوا شوية ديال الهريسة ولا شوية ديال السودانية كل ما جاء تحركة تجي ادليد اكتر هنا هي مزدش معاها كشي خوضار بغت نديرها بالطريقة التقليدية صفي هنا يرادرت فيها القصبر ولمعدنوس قد نطفع عليها ونخليها كيف ما قلت لكم تبرد تبرد تماما انا كيبان ولياشي قيطع ديال البصلة اللي يبقى وشوية كبار كنحاول انا نقطعهم بذيك لمعايا الخشبية انتم كيف ما كتشوفوا معايا العجينة كل ما اطلقات كيف ما تقول لكم دائما كل ما اطلقات لنا مزيان وإلا كتعطينا الطوع هكا مني كنكون وكنسرحوها كتعطينا الطوع وما كتقطع لنا موالو اذا بغي نادل مسمنا ديالنا جينا جينا زعمها كمورقة مزيان وبحل لكنا بحل احنا خادمين بالورقة كيف ما قلت لكم بالورقة ديال البصلة ضروري ما نورقوها مزيان مزيان واحتى الكيمية ديال الزيت نحاول ندير القياس اللي غدا يطلق لنا العجينة نحاولوش نديروهم زيتين بزاف لانهم الى جوم هكا كيقهمو ما كيجوش زوينين لذا نحاولو اننا نديرو واحد الكيمية ديال الزيت معقولة مني كان ورق العجينة مزيان كناخد تقريبا واحد الكيمية ديال الجوج معالق ديال الحشوة وكنحاول اننا نمررها على ديك المسمنة كاملة وكنطويها عادي وكنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل كنكمل دو كل حبات كاملة ندخلهم بمسمنة واحدة تقريبا عندي واحدة تسع حبات ديال هكا ديال العجينة كلهم غدا يندخلهم فات المسمنة هادي باش كجينة مسمنا كبيرة كنستمر بنفس الكيفية مني كان قرر بنكمل هاد الحبات اللي عندي كننشعل الفران على درجة الحرارة ميتين منفقه من التحت لان ما كتحتشينه واحد الوقت الطويل قد تقرس بسهولة كنحاولو اننا نقرسوها في نفس الوقت كان عندكم الوقت تبقيتوا تخليوها بقيتوا تخليوها مثلا حتى مازال ما جشو قصدي الكاسكروترا كتخليوها كتخليوها في اللاطا حتى كتبقوا تدخلوها للفران وكتقرسوها شكرا 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 حاولوا انكم المستمرة اللي عديروها في اللخر تكون شوية وافية مديروش نفس الغلط اللي درت انا نسيت هنايا وخليتهم يعني في نفس القياس هكذا مني كتكون شوية كبيرة كتغطي المسم منها كاملة بحلقة تطلمط كاملة شوفوا معي خليتها صغيرة خطأ تقنية طرور ما كي وقعوا بحلقة الاخطاء في المطبخ هنا كل ما كانت كما قلت لكم شوية كبيرة مني كنقرسها ما كتخرش نينة نهائيا الحشوة من الجوانب صافي كنحاولو انا نقرسها كندهنو اولا الصافيحة شوية ديال الزيت وهناي واحد اللمسة لواحد الاضافة كنديروش جنجلين حتى تجربوه كيجي كاعدوا واحد لمادق زوين مني كيتقرمش كيجي واحد لمادق ديالو الصرحة رائح وكن ندخلوها الفران مني كتب كتجي على هاتشكل هادا كتجي بنينة بالزاف مقرمشة هكذا كنكن وصلتني يا يدي الفيديو حتى نتلقوا فيديو جديد وسلام عليكم